قرر نادي كارديف سيتيان إنجليزي مقاضات نادي نونت الفرنسي بتهمة التسبب في مقتل لعبه الجديد إيميليانو صالة وهذا بعدما أكدت نتائج التحقيقات الأولية علم إدارة نونت بأن قائد الطائرة التي كانت تقل اللاعب لم يكن يحوز على رخصة رسمية لقيادة الطائرة الصغيرة والتي أدى سقوطها لوفاة اللاعب كما ضافت الصحافة الإنجليزية بين الجانب المالي في صفقة انتقال اللاعب فجر الأزمة بين إدارتي الفريقين